قلنا تلقى السؤال التالي من الأختة التي بالجانب الأيسر اسمي رينيلدا وأنا مسيحية عندي صراع مع نفسي منذ فترة طويلة الأسئلة التي أود طرحها اليوم هي في الغالب افتراضات أو أشياء تأثرت فيها بالناس سؤالي الأول إنه عن الخنزير أود أن أعرف معنى كلمة حرام مثل اتباع دين غير الإسلام لن يعاقب أي شخص على الخطأ يقول على أي شيء إنه خاطئ جدا لماذا لحم الخنزير حرام لأني حضرت مؤتمرا مسيحيا وهناك قيل كان هناك كاهن قال لماذا لحم الخنزير حرام في الإسلام هو أعطى مثال قائلا أن القمامة نفسها كانت تستخدم كسماد للنباتات النباتات دعونا نفترض إنها شرارة المانجو ينمو المانجو الجزور امتصت نفس المواد الغزائية القمامة نفسها تنمو وتتحول إلى مانجو الجزور القمامة نفسها تنمو وتتحول إلى مانجو ونحن نأكلها كما هو الفرق في استهلاكها في المانجو كذلك الأمر بالنسبة للحم الخنزير الأخت سألت سؤال ما هو معنى الحرام ولماذا لحم الخنزير حرام في الإسلام أعطت مثالا عن قص القص المسيحية الذي قال أن السماد أو روس التي هي أوساخ وقازرات تستخدمها الشجرة تنمو شجرة ويتكون المانجو ثم نأكل المانجو يحاول أن يقول إننا حتى لو أكلنا أوساخ لحم الخنزير قد يكون جيدا للبعض وربما لا تكون جيدة لآخرين إذن في الإسلام هي حرام ولكن في المسيحية مسموح بها أختي أولا لا بد لي أن أقول لك أن معنى الحرام يعني ممنوع يعني محزور حرام في الإسلام يعني ممنوع يعني محزور سأجيب على سؤالك عن القص أولا وبعد ذلك سوف نأتي إلى سبب تحريم لحم الخنزير القص أعطى مثالا عن أن السماد من المفترض أن يكون أوساخا وقازرات هو صحر للشجرة وعندما تنمو الشجرة تعطي منجو ثم نأكل المنجو يحاول أن يقول إنها ربما حرام للمسلمين ولكنها جيدة للمسيحيين إذن قارنت السماد الذي هو قزارة بالنسبة للإنسان قد يكون جيدا للنباتات لأن النباتات والبشر هم كائنات مختلفة ليست نفس الشيء فهم مختلفون ولكن في الإسلام والمسيحية البشر هم نفس البشر قد تتبع ديانات مختلفة ولكن ما هو جيد للإنسان بصفة عامة هو خير للناس للآخرين إلا إذا كان لديه مشاكل معينة على سبيل المثال إذا كان لديه داء السكري فلن يكون السكر جيدا بالنسبة له ولكن عادة السكر هو جيد إنه يعطيك طاقة إلا إذا كان لديه بعض المشاكل عندها قد لا يكون جيدا بالنسبة له ولكن كقاعدة عامة للبشر القاعدة أن ما هو جيد وسيء للإنسان يكون كذلك لكل البشر لذلك لا يمكنك أن تعطي مثالا عن أن السمات جيد للبعض وليس جيد للبعض الآخر ما علينا أن نرى علينا أن نذهب إلى الدليل ماذا يخبرنا الدليل وسيحاول تحليل ماذا يخبرنا الدليل في المسيحية هو الكتاب المقدس عند المسيحيين والدليل في الإسلام هو القرآن عندما نقع القرآن هناك ما لا يقل عن أربعة أماكن مختلفة يقول فيها القرآن أن لحم الخنزير محرم قال الله تعالى في القرآن في صورة البكرة الآية 2 الآية 173 وفي صورة الأنعام 6 الآية 145 وفي صورة النحل 16 الآية 15 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المائدة 3 الممنوع عليك من الطعام هو لحم الميتة والدم ولحم الخنزير وأي طعام ذكر عليه أي اسم غير اسم الله لذلك يقول القرآن فيما لا يقل عن أربعة أماكن مختلفة أكل لحم الخنزير محرم وبالمثل إذا كنت تقرأ الكتاب المقدس عند المسيحيين الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول فيما لا يقل عن سلاسة أماكن مختلفة يقول الكتاب المقدس عند المسيحيين في سفر الأوابين الإصحاح 11 الإصحاح 11 الآيات 7 و 8 في لحم الخنزير لا تأكلوا وجسسها لا تلمسوا إنها نجسة لكم من لحم الخنزير لا تأكلوا وجسسها لا تلمسوا إنها نجسة لكم ووردت رسالة مماثلة في سفر التسنيع إصحاح 14 الآي رقم 8 والخنزير لأنه يشق الظلف لكنه لا يحتر فهو نجس لكم فمن لحمها لا تأكلوا وجسسها لا تلمش وبالمثل المذكور في سفر الشعياء الأصحاح 65 الآيات من 2 إلى 5 يجب أن لا تأكل لحم الخنزير إذا الكتاب المقدس عند المسيحيين يقول فيما لا يقل عن ثلاث أماكن مختلفة يجب أن لا تأكل لحم الخنزير وقال المسيح عيسى عليه السلام في إنجيل متى الإصحاح الخامس الآيات من 17 إلى 20 لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جئت لأنقض بل أكمل فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغر وعلم الناس هكذا يدعي أصغر في ملكوت السماوات وهذا يعني إنكم إذا كثرت قانونا واحدا ضروة واحدة من العهد القديم لن تدخل الجنة كمسيحي إذا كنت تؤمن بالكتاب المقدس عندكم فلحم الخنزير ممنوع عليك محظور عليك حرام عليك إذا كنت تؤمن بالقرآن فهو حرام إذا كنت لا تؤمن بالكتاب المقدس عند المسيحيين ولا تؤمن بالقرآن دعونا نحلل ما يقول المنطق والعلم الحديث عن لحم الخنزير العلم يخبرنا اليوم إذا أكلت لحم الخنزير فهناك فرص أن يكون لديك ما لا يقل عن 70 مرضا مختلفا يمكن أن تصاب بالدودة الدبوسية أو الدودة المستديرة الأخطر من بين جميع هذه الأمراض تدعى الشريطية الوحيدة وتعيش في الأمعاء وهي طويلة جدا وحتى لو طهق تهوط الطعام جيدا جيدا البيض بويضات الشريطية الوحيدة لا تموت ومن الأمعاء عن طريق مجرى الدم يمكن أن تذهب إلى ما يقوم من جميع أشهد جسمك يمكن أن تدخل العيون وتسبب العماء يمكن أن تذهب إلى القلب وتسبب نوبة قلبية يمكن أن تذهب إلى المخ وتسبب تلفا في المخ وعندما تدرك أنك تعاني من المرض تكون الأدراك قد أصبحت غير قابلة للإصلاح وفوق هذا يقول لنا العلم اليوم إنكم عندما تأكل لحم الخنزير إنه يحتوي على مواد بناء للدهون بدلا من أن تكون مواد بناءها للعضلات هذا السبب أن معظم الناس الذين اعتادوا أكل الخنزير يعانون من السمنة والطرحلات العلم اليوم يقول لنا أنه بأكل لحم الخنزير تكون هناك احتمالات عالية للإصابة بتصلب الشرائين تصلب الشرائين العلم اليوم يقول لنا إنه إذا كنت تأكل الخنزير بانتظام فمن المحتمل جدا أن تصاب بارتفاع الضغط لهذا السبب فإن أكثر من 50% من الأمريكيين اليوم يعانون من ارتفاع الضغط لأن معظمهم من أكلة الخنزير العلم اليوم يقول لنا العلم اليوم يقول لنا أن الخنزير من أقزر الحيوانات على وجه الأرض أينما تجد الأوساخ والقزارة سوف تجد الخنزير هناك العلم اليوم يخبرنا أيضا أن الخنزير من أكثر الحيوانات دياسة على وجه الأرض هو واحد من أكثر الحيوانات دياسة على وجه الأرض برؤية زوجته برؤية رفيقته تمارس الجنس مع صديق الله في الدولة الغربية في الدولة الغربية هناك حفلات الرقص بعد حفلات الرقص يتبادلون الزوجات أنت تنام مع زوجتي وأنا أنام مع زوجتك هل تعتقد أن هذا احتشام؟ وهناك شيء علمي إذا كنت تأقول الخنزير سوف تتصرف مثل الخنزير أن يجيب هذا عن سؤالكم أيها الأخت نعم جيدا جدا سؤال الثاني عن البراسان طعام يقدمه الهندوس للمعبد لا يبارك ومن ثم يوزع الذي يعطي في المعبد وود أن أعرف كيف يختلف عنه عندما يذهب المسلمون إلى الحج يجلبون التمر ومياه زمزم فلماذا ينبغي على المسلمين أن يمنعوا أنفسهم عن أكل البراسان؟ الأختسالة سؤالا جيدا هي تقول أن الهندوس عندما يذهبون للمعبد فإنهم يقدمون البراسان وعندما يذهب المسلمون إلى الحج يقدمون التمر فما الفرق؟ الفقه هو أن البراسات هو الطعام يقدم إلى الآلهة في الهندوسية تجدين الهندوس الهندوسية مختلفة ما يفعله الهندوس إنهم يذهبون إلى المعبد ويقدمون الطعام إلى الآلهة يقول الله في القرآن في سورة الأنعام 6 في الآية 14 وهو يطعم ولا يطعن كيف يمكن للإنسان أن يعطي طعاما لله؟ علاوة على ذلك فالقرآن يقول في أربعة أماكن مختلفة والتي قد ذكرتها آنفة سورة البكرة 2 الآية 173 سورة المائدة 5 الآية 3 سورة الأنعام 6 الآية 145 سورة النحل 16 الآية 15 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به المائدة 3 الممنوع عليك من الطعام لحم الميتة والدم ولحم الخنزير وأي طعام ذكر عليه أي اسم غير اسم الله إذا ذكرت على أي طعام أي اسم غير اسم الله فالطعام محظور ويكون حراما عندما يذهب المسلم للحج أو العمرة عندما يقدمون الطمر لا أحد يقول أن هذا الطمر قد أعطي إلى الله عز وجل الطمر كما تعرفين لأنه واحد من الفاكهة الرئيسية في العربية السعودية عندما تذهب إلى هناك نحصل على الطمر وكأنه هدية لا أحد يقول أنه تم إعطاء هذا الطمر إلى الإله القدير إلى الله والطمر مغزي جيدا والطمر مغزي جدا وصحي جدا كما تحصلين على الحلوى عندما تأتين من الهند وتسافرين إلى خارجها وتقدمين الحلويات هذه فاكهة لذيذة جدا وهي الفاكهة الرئيسية في العربية السعودية ولا توجد صلة لا أحد يقول أن هذا الطمر تم تقديمه لله عز وجل إذا قدم هندوسي الطمر إلى الإله القدير فأكل ذلك الطمر حرام إذا قدم بعض الهندوس الطمر إلى الإله القدير وقال هذا بيروساد أصبح أكل ذلك الطمر حرام فعندما يذكر أي شخص أي اسم غير اسم الله على ذلك الطمر يجعل أكل ذلك الطمر حراما أيضا فهذا هو الفرق بين المسلمين والهندوس نحن لا نؤمن أن الله عز وجل يحتاج إلى تناول الطعام نحن البشر من نحتاج إلى أن نأكل أتمنى أن يكون هذا إجابة على سؤالكم أيها الأخت شكراً هل لديك أسئلة أخرى؟ السؤال التالي الذي أرغب بترحوه أخت سألي أهم سؤال لديك سؤال أخير مهم تساءلي هو عن الشجوز الجنسي هل هو محرم في الإسلام ولماذا؟ لأنه خلال السنوات الخمسة الماضية كنت قد ألقيت بالكثير من الشازين جنسياً وما يبدو لي أن مشاعرهم تجاه مسيلهم الجنسي الآخر كان هي صادقة جداً وما يبدو لي أن مشاعرهم تجاه مسيلهم الجنسي الآخر أي كان هي صادقة جداً ما يقصده هو إنها تشابه تقريباً نفس الإله الذي قد نشعر به ربما تجاه أزواجنا أو أياً كان إن كان الشزوز الجنسي أمراً خاطئاً فلماذا هو كذلك؟ الأخت تسأل عن رأي الإسلام في الشزوز الجنسي وإذا كان خطأ فلماذا هو كذلك؟ يقول الله في القرآن في سورة الإسراء السورة رقم 17 الآية 32 ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل بالإضافة إلى ذلك يقول الله تعالى مخاطباً الرجال في سورة الإعراف السورة رقم 7 الآية 81 إنكم لا تأتون الرجال شحوة من دون النساء مما يعني أن الشزوز الجنسي محرم في الإسلام في القرآن لأن الله تعالى خلق البشر يقول الله في القرآن في سورة الروم السورة عقم 30 الآية 21 إنه وضع الحب بين قلب الزوج والزوجة لقد خلق الله تعالى الإنسان بطريقة تجعله يميل إلى الجنس المعاكس له فبشكل عام وطبيعياً لا يوجد إنسان يحب الجنس المشابه له أنا أتكلم عن نوعية الحب المطلوبة بين الزوج والزوجة وليس الحب المتعارف عليه بين الإخوة والأخوات في الأسرة في البداية كانت هناك دراسة تنص على أن الشزوز الجنسي هو أمر مراصي ففي فقرة الأسئلة والإجابات سألني أحدهما بنفس طريقتكم بالسؤال إذا كان الشزوز الجنسي أمراً مراصياً فكيف يلام الشخص على ذلك؟ فلقد طوارسها من والديه لماذا إذن يلقي باللوم عليه؟ مثل ما تقولين إذا أحب شخصاً ما؟ شخصاً آخر فلماذا يلام على ذلك؟ قلت له إن هذا بحث هذه فرضية وليست حقيقية وقد عرفنا فيما بعد أن تلك الفرضية كانت خاطئة وأن الشخص الذي اقترح هذه الفرضية كان شازاً جنسياً وإذن فالشزوز الجنسي ليس أمراً مراصياً واليوم يظهر لنا العلم كيف يتطور الشزوز الجنسي في الأشخاص لأن الله تعالى قد أعطى الإنسان الآزان ليقوم ببعض الأمور المتاحة حيث يمكنك الزواد أو النكاح والمعاشرة الزوجية والإسلام يقول أن قيامك بمعاشرة زوجتك هي عبادة لله لأنك تتلافى الوقوع في الحرام ولأنك لم تخرج عن إطار الزواج لإشباع غزاء رائزكم هذا هو الإسلام واليوم العلم يخبرنا وأبحاث اليوم تخبرنا لأن الناس الذين لديهم علاقات عديدة خارج إطار الزواج بالمقارنة مع من هم ملتزمين بإطار الزواج وجدت أن الملتزمين بهذا الإطار يستمتعون بالمعاشرة الجنسية أكثر من الآخرين وما يحدث اليوم هو أنك عندما تشعر بالملل من ذلك تذهب إلى الدول الغربية ويكون وقتها لديك عشيقات خمس عشر عشرون لا توجد مشكلة تبدأ حينها بعمل أشياء غير طبيعية وعندما تبدأ بعمل أمور غير طبيعية فإنك لا تتبع قانون الخالق وتحاول إشباع غرائزكم بالطريقة الخاطئة في اللحظة التي تستمر بها في الممارسات الخاطئة ستظل تبتعد أكثر عن ما هو طبيعي وحينها يصبح الشخص شازا جنسيا إنها ليست وغاصة لأنك ظللت تتجاوز الحدود التي أحلها الله تعالى لك جربت أمورا أخرى وجربت أمورا غير طبيعية وانتهى بك الحال إنك لم تعد تستمتع بمعاشرة الجنس الآخر فأصبحت تمالس الإنس على مسيلك الجنس ولا إنهم يا أختي حرقوا قانون الله تعالى وفعلوا أمورا غير طبيعية وبالتالي نفسيا أصبحوا شازين جنسيا فإن مخالفة قانون الله تعالى هو أمر خاطئ جدا وهذا هو كيف ينتهي الأمر بالشخص ليصبح شازا جنسيا وهو يلام على ذلك والإسلام حرم الشزوز الجنسي وكذلك المسيحية وغالبية الأديان ضد الشزوز الجنسي والآن الدول الغربية هي من تشرعه لأن الديمقراطية تنص على إنه أي كان رأي الأغلبية فهو يفوز في الإسلام الغالبية لا تنتصر ولكن الحق هو الذي يفوز والحقيقة هي التي تفوز أتذكر عندما ذهبت إلى كندا في عام 1996 أول مرة أقوم بإعطاء محاضرة في الصفحة الأولى رأيت رجل يقبل رجل آخر رجل يقبل رجل ومكتوب فيها إنه ما قد تزوج من بعض واليوم في الدول الغربية فإن الاعتراض على الشزوز الجنسي يعد جريمة إنها جريمة ما نلاحظه هو إنه قبل ذلك كانت كل الدول تجرم الشزوز الجنسي وبعدها شرعت بعد الدول الغربية مثل كندا قوانين الشزوز واليوم أصبح الشزوز الجنسي قانونا في غالبية الدول الغربية وحتى الهند التي قدمت منها إنهم يفكرون في جعل ذلك قانونيا فما ندركه هو أن الحق حق الغالبية لا تنتصر والخطأ خطأ وفي الإسلام وفي غالبية الأديان في العالم فإن الشزوز الجنسي خطيئة إنه جريمة ولن يأخذك ولن يأخذك للجنة بل سيأخذك إلى النار أتمنى أن أقوم قد أجبت على سؤالك يا أختي ترجمة نانسي قنقر